السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق لفرد المرحلة الاولى الفرد الاول في الدورة الاولى مادة النشاط العلمي للمستوى الاول قبل بداية الفيديو فضلا من ليس امرا من تصلوا قناة نزلي التعليم لاول مرة الاشتراك في القناة والضغط لا زل الجرس ليصلكم دائما دائما كل جديد لا تنسوا ترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة ومشاركة المقاطع مع اصدقائكم حتى تعمل فائدة نبدأ على بركة الله اصلوا بخط اذا لاحظوا معي لدي اعضاء الحواس الخمس اذا لدي اليد حاسة اللمس سيكسولجيز حاسة الامس الانف عضو حاسة الشم العين عضو حاسة البصار اللسان عضو حاسة الدوق والاذن حاسة السمع عضو حاسة السمع اذا لدي مجموعة من المشاهد والصور الصور الاولى طفل ينظر الى الهلال طفلة التانية تلمس فرو القطة ثالثة الفتاة الثالثة تقوم باستنشاق الرائحة الزكية للزكية للوردة الطفل يقوم بالاستماع للاصوات عبر البوق والصورة الثالثة الطفل يقوم بتدوق الثليجة اذا لاحظوا معي بحاسة اللمس بحاسة اللمس نتحسس الاشياء الناعمة فما نعرف فالفرو القطة ناعم اذا بوسطة حاسة اللمس وكما قلت عضو حاسة اللمس هو الجلد والجلد يكسو اليدين لدينا في الصورة لدينا حاسة الشم والعضو والانف اذا بوسطة الانف نشتم الروائح الزكية او الكريهة ان في الصورة الطفلة تشتم رائحة الزهرة الزكية لدينا العين وهو عضو حاسة البصر بحاسة البصر نتعرف الاشياء حولنا اذا لاحظوا معي الطفل ينظر الى الهلال اذا الحاسة الثالثة هي الضوق وعضو حاسة الضوق هو اللسان اذا بوسطة اللسان نتضوق الاشياء وفي الصورة الطفل يتضوق الثليجة الحاسة الاخيرة الخامسة هي حاسة السمع العضو هو الادن اذا بالادن نسمع نسمعه الاصوات العالية والاصوات المنخفضة وشطبوه على السلوك الخاطئ اذا لاحظوا معي هنا الطفل يلعب قربه النار المستعرة اذا هذا السلوك كيف هو سلوك خاطئ يجب علينا ان نبتعد عن الاشياء الضارة والخطيرة لاحظوا معي دخان كثيف يصعد من النار الطفل يقوم بغسل وجه هذا السلوك حسن سلوك جيد هنا يستعمل اداة لتنظيف اذني وهذا سلوك خاطئ ومؤذي لحاسة السمع هنا مؤذي لحاسة الشام البصر اذا مؤذي لمجموعة من الحواس السادة الدخان والنار الموجودة في هذه الصورة هنا اه الطفل الذي يقوم بادخال اداة ما لي ليقوم بفرق اذني فهذه اله اداة تصرف خاطئ ويؤذي حاسة السمع اكمل بما يلي البصر السمع اللمس الضوء الشام اذا الجلد حاسة حاسة ماذا حاسة اللمس هو عضو حاسة اللمس سهل جدا والعين عضو حاسة البصري حاسة البصري واللسان عضو حاسة الضوء تطرقنا لهذا كل في التمرير الاول اللمس هو عضو حاسة السمع والأذن حاسة السمع والأنف حاسة الشمي اذا الجلد حاسة اللمس والعين حاسة البصر واللسان حاسة الضوء والأذن حاسة السم والأنف حاسة الشم اضع علامة في في الخانة المناسبة اذا الليمونة كيف هو طعمها طعم حلو طعم حامض ام طعم مالح اذا الليمونة طعم حامض الكعكة اكيد الكعكة طعم حلو والملح طعم مالح اذا الليمونة طعم حامض الكعكة طعم حلو الملح طعم مالح الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة اشتركوا في القناة